بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة التطوع من صلاة التطوع السنن الراتبة والسنن الراتبة المراد بها السنن الدائمة المستمرة وهي السنن التابعة للصلاة المفروضة كم عدد هذه السنن؟ قيل عددها عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وقيل اثنتا عشرة ركعة لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر فيصلي أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من صلى إثنة عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة قال ابن عثيمين رحمه الله على هذا فالقول الصحيح أن السنن الرواتب إثنة عشرة ركعة وهذه السنن الرواتب لها فوائد من فوائدها أن الذي يحافظ على هذه النوافل وهذه الرواتب يسد الخلل الذي يحصل في الصلاة المفروضة فمن الحكمة التي شرعها الله عز وجل لهذه النوافل بعد الفريض أنها تركع وتسد الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة وأن الإنسان لا بد أن يحصل منه إما أن يسهى وإما أن يترك شيئا من هذه الصلوات غير متعمدا من واجباتها أو من سننها فهذه السنن الرواتبة تسد هذا الخلال أيهما آكد من هذه السنن الرواتب؟ آكد هذه السنن الرواتب هي ركعة الفجر ومعنى آكد أي أنها سنة مؤكدة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على سنية هذه الراتبة التي هي ركعة الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حذرا ولا سفرا فكان يفعل ركعة الفجر أو ركعة الفجر يفعلها في إقامته وفي سفره وهذا دليل على أنها سنة مؤكدة أما بقية السنن الرواتب فإنه كان يحافظ عليها في الحذر أما إذا سافر فإنه لا يصليها من صلاة التطوع صلاة الليل الصلاة التطوع قال الفقهاء نوعان نوع مطلق ونوع مقيد النوع المقيد إما مقيد بوقت معين أو مقيد بسبب فالمقيد أفضل إذا فعل في الوقت الذي قيد به فهو أفضل ومثال ذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد ولو في النهار فإن ذلك يعتبر أفضل من صلاة الليل إذا صلى هتين ركعتين في النهار وكذلك إذا توضأ فصلى ركعتين فهذا أفضل أيضا ولو كان في النهار لأن ذلك مقيد بسبب وصلى بهذا السبب فيكون أفضل أما الصلاة المطلقة في الليل أفضل منها في النهار يعني صلاة الليل أفضل من النهار إذا كانت صلاة مطلقة غير مقيدة بسبب من الأسباب والدليل على أن صلاة الليل المطلقة أفضل من صلاة النهار المطلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل والليل يدخل من غروب الشمس إلى الفجر هذا يسمى الليل فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل في الليل أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر إذا كانت مطلقة لأن الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة ليل فهي أفضل والمطلق التطوع المطلق الذي لا يتقيد بزمن يسنل اكثر منه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو يا رسول الله هو ذاك فقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة فكلما أكثرت من الصلاة كانت منزلتك عالية لكن أيضا في الليل هناك وقت أفضل من وقت يعني أول الوقت وآخر الوقت أيهما أفضل أفضل وقت صلاة الليل هي ما كانت في الثلث الأخير في الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الثلث الأخير من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وفي صحيح البخاري عن عائسة رضي الله عنه قالت ما ألفاه يعني أبنبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلى نائمان يعني ينام في السحر معناته أنه قبل السحر كان وهو الثلث الأخير من الليل كان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وصلاة النهار المطلقة كيف تصلى؟ تصلى مثنى مثنى بمعنى أنها تصلى ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم وفي الليل إذا صلى في الليل مثنى مثنى وخشية من طلوع الفجر أو ترى بواحدة أو صلى مثنى مثنى وهذه صفة من صفات الوتر ثم أراد أن يختم صلاته فيختمها بواحدة تكون وترا والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى في صلاة الليل قال يعني ما ترى في صلاة الليل معنى كيف تصلى الليل قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى إذا تطوع في النهار بأربع فهل يصح له ذلك قالوا يصح له أن يتطوع بأربع ويسلم سلام واحد واستدل على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهما بتسليم من صلاة التطوع صلاة الضحى وهذا ما نتحدث عنه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل اشتركوا في القناة